هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس نبحث فيه عن الدواء الذي يضمض جراحنا ونلتمس فيه السكينة لنفوسنا ونسأل القرآن الكريم يا رب ما لهؤلاء الجبابرة يعيثون في الأرض فسادا في أرض سورية فيقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يا رب إنهم يمكرون بنا فيقول الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يا رب إننا ننتظر وعدك فيقول الله عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يا رب فكيف السبيل إلى تحقيق وعودك لنا فيقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يا رب كيف نتقي كيدهم فيقول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يا رب من هم الغالبون فيقول الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون يا رب من للمصدعفين فيقول الله عز وجل ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون يا رب فأين مصير الأعداء فيقول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أيها الإخوة الأكارم نبحث في كتاب الله تعالى عن الجواب لأن سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه وعلمت أن الخير لا يفوتني قال فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله تعالى وعمل بما فيه فأعدت قولي عليه فقال في الثالثة فتنة واختلاف قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خير فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله تعالى وعمل بما فيه فقلت يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خير فقال فتن على أبوابها دعاة إلى النار فلا أن تموت وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم أيها الإخوة الأكارم إذن فمعركة بين الحق والباطل حتمية ومستمرة ولن تتوقف وتلك هي سنة الله في الكون ولكنها في المقابل ليست معركة عشوائية لا تنتظمها قوانين ولا تحكمها سنن بل لها سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل من هذه السنن مثلا ما ورد في سورة آل عمران في آياتها الأخيرة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المياد أيها الإخوة الأحباب إن ما نراه من غطرسة هؤلاء الحاقدين وكبرهم ليس هو الصورة الكاملة ولكن المشهد يكتمل تماما حينما نعلم مصيرهم وهلاكهم وفي الطرف المقابل ما مصير عباد الله المتقين المجاهدين الصابرين قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار أيها الإخوة الأحباب هؤلاء مأواهم جهنم وهؤلاء مأواهم جنات عدن فهل من موازنة بين الدارين لا شك أن ما عند الله خير للأبرار ولكن هل هذا يكفي هل ننتظر موعود الله في الآخرة أم نسعى ونعمل جاء الجواب في آخر الآية في السورة بأمر إلهي واضح قطعي الدلالة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها الإخوة جاء الأمر الأول بالصبر والأخير بالتخوة مطابقا لقوله تعالى وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وجاء بينهما أمران حربيان صابروا ورابطوا وكأن الصبر والتقوى هما السياج والحماية للجهاد فالمصابرة عند اللقاء لقاء العدو والمرابط على الثغور لا بد أن يحف بهم الصبر من جهة والتقوى من جهة أخرى الصبر على أشياء كثيرة الصبر عن شهوات النفس ورغائبها وأطماعها ومطامحها وضعفها ونقصها وعجلتها وملال وعجلتها وملالها من قريب والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم وانحراف طباعهم وأثرتهم وغرورهم والتوائهم واستعجالهم للثمار والصبر على قوة الباطل ووقاحة الطغيان وانتفاش الشر وغلبة الشهوة والصبر على قلة الناصر وضعف المعين وطول الطريق ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وهنا المفارقة فكيف يجتمع النصر مع الضعف يجتمع معه لأن الضعيفة أو المستضعفة يلتجئ إلى الله تعالى بالدعاء ويتذلل له ويتدرع في كل أحواله أن ينصره أما القوي فيغتر بالقوة فتدمره القوة يقول الإمام علي كرم الله وجهه ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا النائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح لقد بات عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جذع شجرة هناك ويكثر في سجوده ويقول يا حج يا قيوم يكرر ذلك ويلح عليه السلام بقيام الليل والبكاء حتى الصباح والدعاء والاستغاثة بطلب النصر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد يصلي هو وأبو بكر ويقول في صلاته اللهم لا تودع مني اللهم لا تخذلني لا تترني اللهم أنشدك ما وعدتني اللهم هذه قريش أتت بقيلائها وفخرها تجادل وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني يقول ابن مسعود ما سمعنا مناشدا ينشد ضلته أشد مناشدة من محمد صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر اللهم إني أنشدك ما وعدتني يدعو حتى يسقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فأبده الله بالملائكة أيها الإخوة الأحباب في معركة فتح بلاد وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم وقد اشتد الأمر على المسلمين وفي إحدى الليالي وقد هدأت المعركة ووقف قتيبة وقال أين محمد بن واسع الأزدي فقالوا إنه هناك في الميمنة يا أمير المؤمنين فقال وما يفعل فقالوا إنه متكئ هناك على رمحه شاخص ببصره يحرك أصبعه نحو السماء أفد ناديه لك أيها الأمير فقال بل دعوه ثم أردف يقول والله إن تلك الأصبع أحب إلي من ألف سيف شهير يحملها ألف شاب طرير اتركوه يدعو فالله ما عرفناه إلا مستجاب الدعاء أيها الإخوة السوريون نحن مسلحون بالدعاء إنه السلاح الأقوى فلا تبخلوا على أنفسكم بالدعاء ولا تبخلوا على وطنكم ولا تبخلوا على أمتكم البسلمة فاستجمعوا شروط الدعاء وأقبلوا وأقبلوا على الله بقلب تقي نقي أن يكتب لنا فرجا عاجلا غير آجل وأن يحفظ أولادنا ونساءنا وبلدنا وأن يرد عنا كيد الكائدين الداخلين والخارجين وأن يحفظ أولياءه وأن يهلك أعداءه ولعل الله يطلع على حالنا ويرى ذلنا وافتقارنا فيعجل بفرجنا اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وانتقم للمظلومين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين هذا بلاه للناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر